مرحبا وكيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير أنا وردة محمد واليوم بدنا نكمل مع بعض الجزء الثالث من الرقم 6 ثلاثي لبعض كما ترون أمامكم في باترون الرقم 6 في الجزء الأول شرحت لكم القسم الذي في اللون الأصفر في الجزء الثاني شرحت لكم القسم الذي باللون الأخضر واليوم إن شاء الله سأشرح لكم الجزء الذي باللون الزهري وهو سهل جدا في البداية سأرتفع بغرزة سلسلة واحدة ثم بعد ذلك سأحيك 1-2-3-4-5-6-7 سبعة غرزة حشو ثم سأرتفع بغرزة سلسلة وأيضا سأحيك سبعة غرزة حشو سنحيك أربعة أدوار فقط ارتفاع بغرزة سلسلة ثم سبعة غرزة حشو إذن أرتفع بغرزة سلسلة سأقلب العمل ثم سأحيك غرزة حشو واحدة اثنتان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ارتفع بغرزة سلسلة أقلب العمل ثم واحد اثنتان اثنتان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ارتفع بغرزة سلسلة أقلب العمل ثم واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة ثم سبعة ثلاثة ارتفع بغرزة سلسلة أقلب العمل للدور الرابع واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ثم ستة وأخيرا سبعة بهذه الطريقة ثم بعد ذلك سأرتفع بغرزة سلسلة ثم سأحيق واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة غرزة حشو ثم سأتزايد بغرزتان حشو ثم سأرتفع بغرزة سلسلة وسأحيق ثمانية غرزة حشو إذن سأرتفع بغرزة سلسلة سأخلب العمل هكذا ثم سأحيق واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة غرزة حشو ثم في آخر غرزة سأتزايد بغرزتان حشو بعدها سأرتفع بغرزة سلسلة سأقلب العمل وسأحيق ثمانية غرزة حشو واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وآخيرا ثمانية ثم بعد ذلك سأرتفع بغرزة سلسلة واحدة ثم سأحيق واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة غرزة حشو ثم سأتزايد بآخر غرزة بعد ذلك سأحيق خمسة عشر غرزة سلسلة اذا سأرتفع بغرزة سلسلة سأقلب العمل هكذا ثم سأبدأ بحياكة غرزة الحشو واحدة اثنتان ثلاثة اربعة خمسة ستة ثم سبعة والآن سأتزايد بآخر غرزة بهذه الطريقة واحد اثنتان في نفس الغرزة والآن سأحيق خمسة عشر غرزة سلسلة اثنتان ثلاثة ثلاثة اربعة عشر خمسة عشر بهذه الطريقة ثم بعد ذلك كما ترون امامكم سأتناقص في الغرزة الثانية وفي الغرزة الثالثة غرزة السلاسلة ثم سأكمل بحياكة غرزة الحشو هكذا على جميع غرزة السلاسة على جميع غرزة الحشو حتى اصل الى اخر الغرزتان وسأتناقص بهما اذا كما ترون امامكم سأقلب هكذا العمل بهذه الطريقة ثم سأترك اول غرزة وفي الغرزة الثانية والثالثة سأتناقص بهذه الطريقة بغرزتان حشو ثم سأكمل حياكة غرزة حشو واحدة على كل غرزة سلسلة ثم على كل غرزة حشو بهذه الطريقة سأكمل حتى أصل إلى آخر غرزتان وأعود إليكم والآن وصلت إلى آخر غرزتان كما ترون أمامكم سأتناقص بهما بهذه الطريقة ثم من بعد ذلك سأرتفع بغرزة سلسلة واحدة سأتناقص ثم سأكمل غرزة حشو واحدة على كل غرزة حشو من الدور السابق ثم أيضا سأتناقص في آخر غرزتان إذن سأرتفع بغرزة سلسلة سأقلب العمل ثم سأتناقص بغرزتان حشو ثم سأكمل غرزة حشو واحدة على كل غرزة حشو بهذه الطريقة حتى أصل إلى آخر غرزتان والآن وصلت إلى آخر غرزتان سأتناقص بهما بهذه الطريقة ثم كما ترون أمامكم بقي لي أن أحيك أربعة أدوار واحد اثنان ثلاثة أربعة أو ثلاثة سيكون في البداية تناقص بغرزتان حشو وفي النهاية أيضا تناقص بغرزتان حشو إذن نكرر تماما هذه الأدوار التي حكناها في السابق إذن سأرتفع بغرزة سلسلة سأقلب العمل هكذا سأتناقص بغرزتان حشو ثم سأكمل حياكة غرزة حشو واحدة على كل غرزة حشو من الدور السابق والآن وصلت إلى آخر غرزتان سأتناقص بهما بهذه الطريقة بقي لي أن أحيك دوران من هذه الطريقة أن أتناقص في البداية وفي النهاية إذن سأحيكهم وأعد إليكم إذن كما ترون أمامكم انتهيت من حياكة هذه الأدوار التي في بدايتها تناقص وفي نهايتها تناقص بغرزتان حشو سأرتفع بغرزة سلسلة ثم سأحيك غرزة حشو واحدة على كل غرزة حشو من الدور السابق بهذه الطريقة والآن سأرتفع بغرزة سلسلة ثم سأقص الخيط وسأسحبه بهذه الطريقة وبهيك بكون خلصت معاكم الجزء الثالث من الرقم ستة شكرا كثير لألكم بتمنى الشرح كان واضح لألكم بشوفكم إن شاء الله السبت القادم مع الجزء الرابع والأخير من الرقم ستة ودمتم في أمان الله